مجموعة مستشفيات السعود الألماني نحن بعون الله نرعاكم ليس المال وحده وأمان أطفالك هو ما قد تخسره بطلاق فحسب إذ أنك قد تخسر حياتك أيضا هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة أريزونا أكدوا أن الطلاق قد يتسبب في الموت المبكر فالطلاق بحسب متخصصين يغير نظام الشخص ويؤثر على النوم الذي بدوره قد يدفع إلى ارتفاع ضغط الدم الدراسة حللت نوم 138 شخصا كانوا قد انفصلوا عن شركائهم قبل 16 أسبوعا من بدء الدراسة ورصد الباحثون جودة نوم الخاضعين للبحث في ثلاثة مواعيد مخبرية خلال نحو سبعة أشهر فضلا عن أنهم قاسوا خلالها ضغط دمهم ارتفاع ضغط الدم كان مؤشرا على مشاكل أولية يتعرض لها الخاضعون للبحث بحسب الدراسة وهما أكد أن استمرار الطرابات النوم بعد الانفصال له تأثير سلبي على ضغط الدم واعتبر الباحثون أن الإصابة بالطرابات النوم خلال شهرين ونصف الشهر بعد الطلاق طبيعية إلا أنهم حذروا من استمرارها لأكثر من عشرة أسابيع بعد الطلاق فقد تكون مؤشرا على الإصابة بالاكتئاب وتؤثر سلبا على ضغط الدم نتائج الدراسة دعمت نتائج دراسة سابقة حول التأثيرات السلبية للطلاق كانت قد أكدت أن الطلاق قد يدفع إلى الإدمان والاكتئاب وفقدان الدعم الاجتماعي فضلا عن أن 39% من الرجال المطلقين قد يقتمون على الانتحار مقارنة بأقرانهم المتزوجين حنين موصلي العربية